وبالتالي عايزين نبص بقى على النواحي الفنية إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية بقى في النواحي الفنية لأن النادي الأهلي أنا متأكد مليون في المية مش من حق إن أنا أتكلم على حد تاني لكن أنا بتكلم عن النادي الأهلي إن هو أنا متأكد مليون في المية إن هو حيمثل مصر على أفضل شكل إن شاء الله النهاردة فرقنا وصل بالسلامة إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسط استقبال حافل من جمهور الأهل العظيم في المطار في أبوظبي استعدادا لمباراة السوبر المصري وإن شاء الله ستكون يوم الجمعة 28 أكتوبر على أستاذ هزاع بن زايد في العين بحية كالعادة جمهور الأهل العظيم وفي أي مكان ورنا دي وفريقه سواء كرة القدم، كرة السلة، كرة الطيرة أو اليد ده مش كلامي ولكن ده اللي احنا شفناه فندم على مدار الأشهر اللي فاتت سواء في الكويت أو في السعودية أو للإمارات جمهور الأهلي في كل مكان بيدعم ناديه وبيشجعه زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات وصول بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات العربية الشقيقة إن شاء الله تكون مباراة أو تكون فأل خير دكتور محمد شوقي رئيس بعثة النادي الأهلي في هذه المباراة واللي حيكون متواجد طبعا بصفة عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لمتواجد مع البعثة السيد خالد مرتاجي أمين السندوق للنادي الأهلي لمتواجد أيضا مع البعثة ولكن دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بقرار مجلس إدارة هو رئيس هذه البعثة مجموعة اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين الكل متواجد الكل بيكون حريص دايما على في مثل هذه التوقيتات ان هما يكونوا متواجدين ومركزين هو ده بقى الكلام الحلو ده الكلام اللي أنا بحبه الحقيقة ده الكلام اللي أنا بحبه ده جمهور الاهلي ده حب الاهلي المصري يجمعنا فلسطين دايما جمهور النادي الاهلي في كل مكان سمعنا الأصوات يا سمي لا 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 بنت التشمل ومعنا ستنا نشجح الأبطال فالكبير فالعظيم عزينه عمره ومرضه أليه ده كلام مهم جداً وهو ده اللي أنا دايماً بشجعه وهو دايماً ده اللي أنا بحبه وهو ده دايماً اللي أنا بحبه تطرق بشمه كل جمهور النادي الاهلي بحب يشوف هذه اللقطات هذه الأمور بتخلينا حتقول لي واحد اتنين ثلاثة إن شاء الله لو كانوا نص واحد يعني بشجع النادي الاهلي احنا عارفين احنا دايماً عارفين إن واحد من جمهور الاهلي بيسوي كتير جداً 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 واللي مش مصدق هذه المقولة يعني حرجعه الأيام السفاقسي وتعرفه أيام السفاقسي كان فيه عشرين واحد في الاستاد أو تلاتين واحد في الاستاد وقدرنا نكسب هذه البطولة كابتن سامير عدلي طبعاً المدير الإداري الكبير الحقيقة فيه النادي الاهلي ولحظات استقباله للبعثة ووجوده في المطار واستقباله لبعثة النادي الاهلي في الامارات زي ما حضراتكم شايفين كلام حاجات مهمة جداً هتقول لي انت كل شوية هتجيب لنا الجمهور ما هو في الاخر احنا عايشين عشان الجمهور احنا بنعمل اي حاجة عشان خطر الجمهور اللي موجود ده فخلي بال حضراتكم احلى حاجة في الدنيا هو الجمهور اللي حضراتكم شايفينه والحقيقة ناس كتيرة جداً بتبعتلي على التليفون بتقول لي يعني احنا دايماً في ظهر النادي الاهلي وحنفضل دايماً في ظهر النادي الاهلي وده المتوقع الحقيقة من جمهور النادي الاهلي